مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع أنا بالصدفة ماشي هيكد ما كنت بلان أني أعمل هذا الفيديو بس بدي أورجيك كل عمال كيف يشتغلوا هون في قصر الشتاء سيما انتم شايفين دول اللي قدامنا عادين بنظفوا الشوارع عندك هذا بنظف وهذا بنظف الدرايفوي بس الشباب اللي فوق شايفينهم ما شاء الله عليهم يعني لابسين ومتلبسين أكيد لكن عادين بيشتغلوا بدون أي مشاكل الدنيا ترجح الحرارة هلأ يمكن تمانية تحت الصفر مالش في سيارات كتير شايفين كيف عادي بشتغلوا عام بشتغلوا جوه البيت وبره البيت في البناء فطبعا احنا كنا عارفين ان الكونستركشن شوية صعب خاصة في فصل الشتاء لكن الشباب ما بتوقفوا الشغل دائم مستمر يعني هذا اللي بيسأل كيف بتيشوا بفصل الشتاء شايفين هدي كذا السيارة او الترك هذا هذا بعمل تقطيع للتلج وبزدته على سيارة ثانية ورجناك واعتقد في احد الفيديوهات هدول الشباب ما شاء الله عليهم بس بنظفوا الدرايفوي او الووك سايدوي الرصيف وبحط ملح شايفين وراء هذا كل ملح عنده هذا قاعد بنظف الشارع ورح تيجي هديكة بعد شوي وبيجي تركوا قدامها وبيشيلوا كل هاي البضاعة يعطي يعني اشي جميل رائع يعطيهم العافي الشباب وبس حبيت اشاركو بهذا الفيديو السريع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة